اشتركوا في القناة الجواب لا لزمك الخروف أنت قلت لله عليه إن حصل كذا سأذبح خروف ما قلت سأتصدق بثمن الخروف ولذلك إراقة دم الخروف لله عز وجل لزمك قال جل وعلا يوفون بالنذر و يخافون يوما كان شره مستطيرا فلا تنتقل إلى قيمة الخروف و إنما لا بد من ذبح خروف و لا يجوز لك أن تأكل منه شيء و إنما توزعه على الفقراء و المساكين و على الجيران مثلا ما تأخذ منه شيء لأنك ما اشترت بارك الله فيك